وفجأة تلاقي الصمعة دي بقى كل الغلة أو السورج دي نزلت مرة واحدة كده شك على الهبر وبالتالي احنا مش عايزين الفانيل فلو يحصل ما بنحبوش يحصل ولكن أردنا أم نرد هيحصل هيحصل يبقى فيه ده مهم جدا نعرف الفلو داخل الصمعة شكله ايه ماس فلو ولا فانيل فلو على حسب زاوية ميل الهبر على الوال بنقدر نحدد يا ترى هيبقى ماس فلو ولا فانيل فلو قالك فيه منطقة في النص كده مش هتعرفها نهائي خالص اللي بنسميها انسرتينتي ما بنعرفهاش وبالتالي برضو ما زلنا حتى لو احنا عارفين انه يحصل ماس فلو بنصمم على الديناميك فاكتور بتاع الكلابس بتاع الفانيل فلو ده بالنسبة على سلوك الماتيريالز او الديستشارج بتاع الماتيريال واحنا بنعمل فيه داخل الصمعة ماس فلو ولا فانيل فلو ده شكل تاني برضو في الفلو ممكن يبقى ماس فلو كل الماتيريالز بتتحرك مرة واحدة او الجزء بس اللي في النص هو اللي بيتحرك او الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت ساكن بقى على حسب بقى بيسموه ميكسفلو طب تعالى نشوف بقى ايه هو البرشور اللي بتعرض ليها الصوامع ايه هو البرشور اللي بتعرض ليها الصوامع مهم جدا حضرتك تبقى فاهم ان تعاملك مع الصوامع زي ما قال الاخونا الحبيب الشوانز مختلف تماما عن التنكات اولا فيه عندك حاجتين مهمين جدا هم تلت حاجات فيه عندك الانجل of ribose وفيه عندك الانجل of internal friction وفيه عندك الانجل of friction ما بين الماتيريالز وما بين الوار يبقى فيه عندك تلت زوايا مهمين جدا في الحساب بتاعك زاوية الاحتكاك ما بين المادة وما بين الصمعة الوالز زاوية الاحتكاك الداخلي ما بين المواد مع بعضها ثالث حاجة زاوية الراحة بتاعة المتاريال طب ده بتبني ازاي ده يعني ايه الفرق ما بين التانكات والصوامع لك الصوامع انت عندك لاتر بريشر مافيش اي فريكشن فورسز في عندك لاتر بريشر عشان كده الوالز عايز يفتح لبرا فانت بتصمم على الاترال فورس اونلي اللي هي كانت كريات مثلا شير او كانت بني مومنت ولكن في الصمعة الامر مختلف شوي الصمعة الليك فيها عندك ثلاث كومبوننت مهمين جدا اول حاجة البرتكال بريشر اللي جاي من فوق لتحت الحمل الشاكون اللي نازل من فوق لتحت البرتكال والبرتكال ده مش هيدروستاتيك بريشر مش جامع اتش نو ناس كتير قوي بتفكر ان تصميم الصوامع جامع في اتش نو لو خدت جامع في اتش الهبر ده ان شاء الله السمك بتاعه هيطلع يعني مهول وبالتالي هو مش نان هيدروستاتيك بريشر مش وزن عمود مية او وزن عمود الجرينز او السوريج ماتيريك نو ده ليه مختلفة الحاجة التانية ان البرتكال التاني الصمعة دائرية وبالتالي في عندك بريشر بيضغط على الحضار بيضغط على الوالس يبقى دان يبقى في عندك بريشر بريشر رأسي شاكولي وفي عندك جانبي وفي عندك فورس تالتة او بريشر تالت بنسميه الفريكشن فريكشن اللي هو الاحتكاك ما بين الحبيبات تاعت المادة والوالس وكل التلاتة دول الفي والبي والكيو فانيكشن في بعض الاساسية عند الكيو والبي فانيكشن في الكيو والفي فانيكشن في الكيو يبقى التلاتة فانيكشن في بعض لو حضرتك تعاملت مع البرتكال بريشر كيو على اساس انه هيدروستاتيك بريشر يبقى بي بتاعتك زادت والفي بتاعتك زادت وبالتالي ما ينفعش تعامل الصومة زي التانكات طب تعال نشوف أول حاجة الvertical pressure ده بحسبه ازاي أنا بتكلم دلوقتي يا جماعة على اللوتز بتاعة الماتريالز مش على اللوتز بتاعة الميكانيكال سيسم العروف ولا الكلام ده كله ده ده أحمال مختلفة شوي لكن الماتريالز نفسها في عندي تلاتة component لبريشل vertical lateral friction تعال نشوف بقى الvertical pressure ده اللي هو الكيو جالك ده ده function في الارتفاع function في الارتفاع كل ما الارتفاع بتاعك زاد كل ما جئه زاد ده حاجة طبيعية بس هدقي شوية كده وهغير نظرتك عن الموضوع ده لأن احنا ما بتعاملش مع liquid مين اللي عمل المعادلة اللي موجودة قدام حضرتك دي عمنا جانسون جانسون 1895 وموجودة في الكود الامريكي 313 والحمد لله الواحد انا بارت من الكوميت بتاعت الكود ده اخترع عملنا المعادلة دي ولها إثبات علمي مش هنخش فيه وهتلاقي المعادلة عبارة عن فيها come factors فيها gamma الوزن النوعي أو الكسافة أو الوزن الحجمي بتاع المادة وفيه عندك حاجة اسمها R R عبارة عن الهيدروليك ريديوس بتاعته السمعة وهناعرف ايه هو الهيدروليك ريديوس ده ومي عبارة عن الفريكشن أو الفريكشن معامل الاحتكاك ما بين الماتيريال والسمعة ويهي الكي عبارة عن lateral factors بتاع lateral force زي الكي بتاع الصين بس طبعا مختلف هنا في الحالة دي مضروب فيه قيمة تانية وفيهم نفس المعاملات الإي أس وعكذا طب لو بصيت حكي لسلسمة دي كده دي الصمعة وتحتها الأمع الأمع ده تصميمه دنيا تانية لأن الأمع ده متعرض لكذا force في عندك force vertical بتتحول الvertical لهوب وتنشن فهنا نتكلم عنه لو يعني صعب جدا نتكلم عنه في المحاضرة النهاردة بس ممكن نعمل محاضرة تانية نتكلم على الهبر وتصميمه واللودس اللي عليه يبقى أنا كده عرفت Q أو vertical pressure لمؤثر على الباطم بتاع الصمعة أين كان الباطم ده flat ولا هبر لو flat انت بتتكلم في circular plates عليه قوة رأسية وفيها بيبقى فيه فتحة في النص في كتب كتير قوي بتقولك لما يبقى فيه عندك circular plate تفكسب بالشكل ده وفي فتحة في النص شكل بتبقى شكله عليه ازاي يبقى أنا حددت vertical pressure ده علاقة في مين علاقة في كذا حاجة هن زي ما هنشوف دلوقت أو زي ما شوفنا هل ممكن يحصل فيه maximum minimum آه فيه maximum minimum على حسب مين على حسب انت هتستخدم friction دي قديه maximum بتاعها وال minimum بتاعها قديه زي ما هنشوف دلوقت لو بصيت ايه اللي فوق ده ايه اللي فوق ده احنا بتغزي الصمعة أو بنشحن الصمعة من فوق من في المسينتر وبالتالي المادة بتاخد الانجليو في ريبوز بقى بتريع زوية الراحة بتاعتها بتلاقيها عند النص كده تملت ولكن في الأجناب هنا مفرغة لكن لو ما هي هتلاقيها ايه flat فعشان كده احنا بنترح منها الجزء ده عن طريق مثلا بناخد تلتين الـ Hs والـ Hs علاقة في الانجليو في ريبوز يبقى كده عرفنا الـ vertical pressure اللي جاي على البطن بتاع الصمعة عرفنا يتحسب ازاي طب قادل معادلة مرة تانية وقادل الفاكتورز اللي موجودة عنك الـ Q هو عبارة عن initial filling vertical pressure due to storage material الـ R هي عبارة على hydraulic radius هو عبارة عن النسبة ما بين الـ area مجسومة على الـ parameters المساحة مجسومة على المحيط M U The coefficient of friction between the storage material and the wall and the hover service الفريكشن ما بين السيرفيس والماتيريال وده ليه من يمام وليه maximum الـ K عبارة عن lateral coefficient وعلاقة friction في مين friction في internal friction يبقى أننا دلوقتي عارف الـ coefficient of friction وعارف internal friction ومحتاج angle of ripost عشان أحسب مين عشان أحسب الـ Hs عشان أعرف عشان له أعرف الـ Y قد إيه أو ارتفاع الغلة قد إيه في الصمع أو storage material قد إيه في الصمع جامع الـ unit volume يبقى دولا الـ coefficient اللي موجود عند وانس إن أنا عرفت الـ vertical pressure Q أعرف أجيب الباقيين الـ SCI 313 الكود إدىك حاجة تقريبية لكل مادة لو الأسمانت إدىك الوزن بتاعه قد إيه تقريبا والـ angle of internal friction والـ effective internal friction والـ بتاعك ما بين الـ steel تقريبية